أصوات المواطن بالدرجة الأولى طبعا التدابير الاحترازية اللي كانت تتكلم عليها ليست بالتدابير التقنية أو الفنية أو الطبية أو الصحية نكن هدروع التدابير والاحترازية القانونية اللي المفروض يأخذها المشغل يأخذها الأجير ويأخذها الدولة أتكلمت عليها نهار جمعة اليوم سنأكد عليه نقول بأنه اليوم في الحقيقة ممكن لك نتكلم من ناحية القانونية ونرى كيف هذا الوباء بالقوة القاهرة التي تعفي أي شخص ملتزم من أداء التزامي واحترام التزامي التعاقدي أو غير تعاقدي يعني في إيطال مسؤولية تقصيرية أو تعاقدي فنحن نرى هذا المجال هذا اليوم اليوم خاص المشغل يشوف شنية التدابير اللي يمكن له يتأخذها قانونيا باش أولا يحمي نفسه كمشغل ويحمي أيضا الأجارة قانونيا يعني كيفاش غادي دير باش غادي يوفر لهم الأجر ديرهم كي غادي دير باش هو يضمن أيضا ويشتغل على استمرارية المقاولة ديره من اللي كنشوف هاد العواقب الاقتصادية طبعا المشغل يعني المقاولة ممكن لش ديرها تشي بوحدها والأجر أيضا ممكن لش ديرها تشي بوحده تخص لازم الدولة ديري ديرها معاهم وهنا تنوه بالمبادرة دي لصاحب الجلالة ولكن نحن ندعي من الحمد لله اللي عندها الملك باش ندع على المسؤولين باش ترود الصندوق اليوم لضخفي واحد مليار مليار ديل الدولارة يعني عشر المليار ديلنا اللي وضع هارة الإشارة ديل هاد العواقب هاد الآثار ديل كورونا فيروس لمن ناحية الاقتصادية ولا أيضا من ناحية صحية يعني تكون مساعدة هذا الصندوق هاد يساعد للمقاولات يعني نشق الاقتصادي ديرهم ولا طبييا إلا حتاجوا لوازم وجهزات إلى آخره الدولة ما زال خصت تفكر حتى في المسألة اللي كتعلق بالضرائب واش تأجل الضرائب واش كينش درائب يمكن لتلغى الصندوق الوطني الدماء الجمعي خصو يخمم تهوة واش كين تأجيل واش يأجل واش يلغي لأنه التدبير الحسن دي الصندوق الوطني الدماء الجمعي اليوم ماديا ممكن يفكر في أنه يعفي المشغلين واحدة الفترة معينة لأنه شي اللي غادين فيه احنا لا معناش رؤية ما غادين إينا سمحتي دكتور بمعنى بمعنى إعفاء المشغل يعني ما تكونش أداءات للأجيل ما تكونش أداءات وتكون الخدمات غت تأديها الصندوق الوطني الجمعي غي أدي الخدمات ولكن غي يعفي المشغل لانت نقول هذه الدراسة اللي خصو يديرها واش الإعفاء الكلي أو إعفاء جزئي أو تأجيل لحسب الإمكانية غي تقول صحة المالية دي الصندوق الوطني الدماء الجمعي اللي بان برهن على نجاح تدبير المالي دياله الدليل هو أنه كان بغي يوسع الوعاء دي الخدمات في نفس الشراكات وغادي يوسع يعني الصحة المالية ديالهم زيان هذا راجع للتدبير ديالهم الحسن فإلا كانت هذه الإمكانية يكون أيضا أحسن تخص يشوفوا نقطة لأن هاتش كله راح ماشي ملقي أيضا غير الدولة حيث راح تدولة يمكن بعد ما تصحح القانون المالية ديال 2019 أو 2020 يمكن تلغي بعض الضرائب يمكن تخلق حتى هي واحد صندوق يمكن تنقص من الاستثمار الاستثمارات العمومية يعني جهزات ديال الطرق وذلك شي اللي كانت مرصودة لها مثلا واحد ميزانية تنقص منها باش تواجه هذا الوباء هذا بشقيه التقني الفني الصحي يعني الطبي والاقتصادي ثم أيضا ما ننساوش إن هذا اليوم مشكية تتعلق بالإنسانية مشيغي بالمغرب ولكن دبعنا في المغرب ما ننساوش بأن الناس اللي لبس عليهم راح تاهم مخصومة يديرهم في جيبهم وهذه الفرصة فاش يبينوا بأنهم عندهم الحس الإنساني عندهم الحس المواطناتي لأنه يمسك عليه الله وعنده الفلوس لم يكن أنظر على الناس الذين لا يساهمون مع المواطن البسيط لم يكن أنظر على الأجر الذين لديهم الدخل المحدود لم يكن أنظر على الناس الكبار الذين لديهم الفلسطة والله يمسك عليهم ويساهمون في واحد الصندوق وفيها يقول لك أنا أعطي الدولة المغربية ولكن أعطي الشعب المغربي قدو قدو اللي يدع في هذا الصندوق من يساهم يقول لك الناس ممكن يعطيه ملايير علاش غيباش تحسبا لأي عقابيل من بعد أو أي تضاعفات أو تفاقم ديال هاد الوباء يعني في إطار الإجراءات الوقائية طبعا هاد الأمور هدي مجهزلة ثم نقطة آخيرا اللي غدي نسكلم عليها لناتشي باش غدي نحن نواجه مشاكل اقتصادية واللي من جراء أيضا مشاكل اجتماعية مشاكل إنسانية أسروية أسارية مجتمعية نحن نحافظ على المجتمع ديالنا نقطة مهمة هي الأخير اللي جزيكم بخير نتكلم مع أخوتي المغاربة هدا مش وقت تبقى تنتقدو عد رئيس الحكومة ولهذا المسؤول هدا مش وقت الانتقادات هدا مش وقت الانتقادات هدا مش وقت المقارنات هدوك في أمريكا دارو هدوك في إيطاليا دارو را حتى شي واحد ما عنده رؤية واضحة را كي يخدموا على رأس كل ساعة على رأس كل ساعة كي ينتغيرات إذن ممكنش بقى يقول له انتقادات ما عندنا ما نديرو بها اليوم خسنا نكونوا خسنا تكون كلمة توحية اليوم خسنا نكونوا كلنا كلمة واحدة شعب واحد ملك واحد وحكومة واحدة كلنا كنشتغلوا يد في اليد ونساعدوا بعضياتنا واللي يقدر يدير شي حاجة يديرها في إطار دائما نكون يعني في واحد الإطار اللي هو مقنن تكون مبادرات طيبة ولكن بركة علينا انتقادات لا هذا المسؤول لا يشوف هذا المزير ش ندر او لا او لا ذاك القادية قرأت تشيحوا بحل دبا فين ما كان شي مسؤول مرض خسو يمشي المستشفى فين تقدم في الانتخابات زي ما غدين نتقموا منه لا هذا ماشي وقت هاد الحسابات الخاوية زي ما أنا مرض شي مسؤول هادين نصف تقول هادك اللي الحي دالو اللي تقدم فيه في غيدة وزع ما مدرت حاجة غدين نصف تقول لا هذا ماشي وقت الاحكام هذا ماشي وقت هادش هذا إذن نحترموا المؤسسات دينا ونوقفوا وراءهم ونشتغلوا كلنا وغاد يدوز إن شاء الله هادش هذا علاش غاد يدوز؟ لانه هادر مجدلوا لا لا هاده يدوش لأن هاده ظننا بلاه الله سبحانه وتعالى غاد ينجين هادها هادى هادش كان دنوب الله سبحانه وتعالى إذن نشتغلوا وربي غاد يستروا إن شاء الله وغاد يلطوا شكرا دكتور على معلومات اليوم معلومات لي هادي توجدوها تبانات موسيقى